بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في درس الاسئلة الخاص بمحاضرة cost management اتمنى يعني الكل يكون سمع الفيديوهات بشكل كويس واخد النوتس المطلوبة وابص على كتاب البينبوك عشان لو في حاجة اضافة يقدر يضيفها للنوتس بتاعته ونكون استعدين كده لموضوع الاسئلة نبدأ سريعا كده في السؤال الاول بيقول one common way to complete estimates add completion one common way to compute estimate add completion is to take the budget add completion budget add completion and ايه هي الطريقة الشائعة عشان احسب المقدر في نهاية المشروع estimate add completion من خلال budget add completion ميزانية المشروع كانت رقم اعمل فيها ايه عشان احسب estimate add completion كنا قلنا ده اسمه forecasting وقلنا فيه تلات طرق للفوركاستنج واخدنا طريقة منهم كانت بان انا بقسم buck على حاجة مباشرة بقسم الباك على بالزبط على cpi فبالتالي الاختيار هو d اجابة مباشرة وسؤال يعني سهل طيب السؤال اللي بعده بيقول estimate add completion is a periodic evaluation of الاختيار الاول the cost of work completed تكلفة الاعمال اللي خلست ولا the value of work performed قيمة الاعمال اللي تنفزت ولا the anticipated total cost at project completion القيمة المتوقعة الكلية في نهاية المشروع ولا what it will cost to finish the project to finish يعني من النهاردة ايه هيكلفني مش اللي فات لا من اول النهاردة لغاية الجاي طيب يبقى كده الاجابة ياسية دي طبعا دي دي اسمها estimate to complete المتوقع او المقدر عشان اخلص لكن estimate add completion ده الكل كنا قلنا ان estimate add completion بيساوي الاكشوال كوست اللي انا اتكلفته زائد من هنا بقى لغاية نهاية المشروع اللي هو اسمه estimate to complete المقدر للانهاء لكن estimate add completion الكل مجموع الاثنين الاكشوال كوست زائد الاستمت to complete طيب فبالتالي الاختيار هو c السؤال الثالث if earned value بتساوي 350 والاكشوال كوست ربعمية والبلاند فاليو 325 what is cost variance الكوست variance قلنا في المعادلات بتاعت الكوست variance والschedule variance والSPI والCPI كلهم ببدأ بearned value لو هي بتتكلم في الكوست يعني cost variance او CPI بقول earned value ناقص actual cost يبقى بطرح منها اكشوال كوست او بقسم على اكشوال كوست لو سي بي اي ولو كان لو كان الموضوع بتكلم على السكاديول مش على الكوست بقى لو بتكلم على السكاديول يبقى ساعتها بتعامل مع الايرنت فاليو ناقص البلاند فاليو او على البلاند فاليو على حسب هي SV schedule variance ولا SPI فبالتالي انا هنا محتاج ان انا اعرف cost variance طيب كده كده هبدأ بالايرنت فاليو اللي هي 350 وطالما cost يبقى اخد معاها الاكشوال كوست هطرح ولا هقسم ده variance يبقى هطرح بس مش هقسم لان ده مش index طيب يبقى ايرنت فاليو ناقص الاكشوال كوست 350 ناقص 400 بتساوي مينس 50 فبالتالي الاجابة D سؤال الرابع The customer responsible for overseeing your project asks you to provide a written cost estimate الراجل العميل المسؤول عن متابعة المشروع بتاعك طلب منك وسألك ان انت تدي له a written cost estimate يعني تقديرات مكتوبة للتكاليف that is 30% higher عايزها تكون اعلى 30% من الحقيقي than your estimate من الاستميشن بتاعتك of the project cost He explains that the budgeting process requires managers to estimate pessimistically بيبرر بقى الكلام ده وبيقولك ان العملية بيبرر بقى البيتجينج ديت محتاجة ان احنا يعني نبقى متشائمين شوية في الاستميشن بتاعنا pessimistic متشائم to estimate pessimistically to ensure enough money is allocated for projects عشان تضمن ان في فلوس او مقدار مالي بقدر كافي مخصص للمشاريع what is the best way to handle this ايه افضل طريقة عشان تتعامل مع الموقف ده الاختيار الاول add the 30% as a lump sum contingency fund to handle project risks تزود 30% كقيمة كلية للمخاطر عشان تتعامل مع مخاطر المشروع كقيمة كلية يعني للاحتياط الطوارئ عشان تتعامل مع مخاطر المشروع ولا add the 30% to your cost estimate by spreading it evenly across all project activities تاخد الثلاثين في المائة دول وبدل ما تحطهم لمصا لا توزهم على جميع الانشطة ولا الاختيار الثالث create one cost baseline for budget allocation and a second one for the actual project management plan تعمل اثنين baseline واحد baseline لموضوع budget allocation عشان خاطر موضوع تخصيص الميزانيات والفلوس التي تتخصص كفندينج للمشروع واحد ثاني خاص بقى موضوع خطة ادارة المشروع الاختيار الرابع ask for information on risks that would cause your estimate to be too low تسأل على ايه هي المعلومات عن المخاطر اللي ممكن تكون مسببة ان ال estimation بتاعي يكون قليل قوي كده ومحتاج ان انا ازود عليه تلاتين في المائة طيب نبدأ نحاول نستبعد الاختيار الاول والتاني ان انا ازود كده مع نفسي يعني ما لهوش معنى ان انا ازود تلاتين في المائة واسمع كلامه مغد النظر كانت لمصا ولا موزعة ده شيء ما مش منطقي يعني عشان واحد جاء قال لي زود تلاتين في المائة تبع الكلين او مزود وخلاص لا مش منطقي لازم يكون لها معيار هندسي طيب الاختيار الثالث اللي هو موازنة ما بين الاثنين اقول له طيب خلاص خد واحد او بيز لاين لموضوع البوجيت اللوكيشن وانا ها اعتفز ببيز لاين حقيقي ليه عشان البروجيك مانيج منت بلان برضو لا شك ان هي ايه مش بروفيشنال او مش مش طحيحة يعني فبالتالي الاجابة هي الاخيرة دي ان انا اسأل على معلومات عن المخاطر اقول له يا كلاينت او يا كاستمر طيب انت شايف ان الاستيميشن بتاعي ده ولاي الاوي هل انت متوقع مخاطر معينة ايه هي المخاطر طيب اللي انت متوقعها اللي انا ممكن اكون محتاجة زود عشان هال 30 في المية دول السؤال الخامس analogous estimating هل هو use bottom up estimating techniques بيستخدم bottom up او اللي هو التقديرات اللي من الاسفل الى اعلى ولا is used most frequently during project executing بيستخدم بشكل كبير اثناء تنفيذ المشروع ولا uses top down estimating techniques بيستخدم تقنيات لتقدير الاسعار من الاعلى الى الاسفل top down ولا calculates estimates using actual detailed historical costs ولا بيحسب التقديرات باستخدام historical costs بيانات اللي عندي من قبل كده المفصلة الفعلية analogous estimating قلنا ده تقدير التناظلي اللي هو يعتبر ايه يعني اكتر واحد يعتبر rough estimation estimation مش دقيق بالتالي هو اقلهم في الدقة اقل من الparametric واقل من bottom up estimation طيب هل هو bottom up estimation طيب نبدأ نستبعد اكيد هو مش bottom up estimation في الاختيار الاولاني مستبعد بالنسبة لي طيب هل بيستخدم اثناء ال execution برضو لا ده لا شك انه يعني ايه الحاجات دي كلها بستخدم في البداية التكنيكس دي كلها واثناء ال execution بتبقى الامور وضحت اكتر فحتى لو هستعمل estimation تاني هيبقى estimation دقيق لان معظم الشغل خلاص بقى واضح ال drawing بقت موجودة ال specs وبينها قدامي اي variation كانت مختفية ظهرت خلاص وبدأ ال scope يكون واضح اثناء ال execution كلما ال execution بيزيد وبمشي في المشروع اكتر لشك ان درجة الوضوح بتبقى اعلى طيب هل الاختيار الاخير اللي هو calculate estimate using actual detailed historical costs لا انا لو بستخدم detailed ما يبقىش analogous لو بستخدم detailed بقى bottom up زي الاختيار الاول فبالتالي الاختيار دي الاخير مستبعد فبالتالي ما بقىش عندنا غير الاختيار C اللي هو top down estimating techniques ايه المقصود ب top down top down مقصود بها من فوق لاعلى بمعنى ايه معنى اقول المشروع ده هيتكلف يعني تقريبا كده بالشبه عشان في مشاريع تانية كتشبهه اتعملت بخمسة مليون فده متوقع يعني ان هو يبقى ايه ستة مليون عشان ده شكله اكبر منهم شوية طيب ستة مليون دي المشروع ككل طيب عندنا المشروع ثلاث مباني خلاص يبقى كل مبنى اه اتنين مليون تلاحظوا ان انا ماشي من فوق لتحت اهو طيب المبنى اللي باتنين مليون ده مكون من ثلاث ادوار خلاص يبقى كل ادوار مثلا اه اه ستمائة الف مثلا او سبعمائة الف فبالتالي ببدأ ان انا افصل من فوق لتحت افترضت المشروع كله بكام وعمال انزل لتحت 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 عشان اوصل للليفل بتاع الاكتيفتي فده بسميه توب داون الحاجات اللي بتبقى توب داون لشك ان هي بتبقى غير دقيقة على عكس الحاجات البوتوم اب بوتوم اب يعني انا بطلع من تحت لفوق فبالتالي انا وصلت للليفل الدقيق الاول او الليفل اللي مفصل الديتيلز فيه عالية الاول وبدأت ان انا اعمل استيميشن واجمع لفوق 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 ده لشكل الادق او ده المور اكيوريت يعني لكن لما اشتغل من فوق ودي الرقم على طول من فوق تبا ناش عرفني ما هو كده يعني ده عرف استيميشن ده كده استيميشن تقديري قوي يعني فبالتالي هو فعلا الاجابة الصحيحة هي الاختيار C اللي هو توب داون استيميشن السؤال السادس كل ما يلي هو مخرج من مخرجات الاستيميشن تقدير التكاليف في معادة واحد ايه هو هل فاهم ليه المخاطر المالية اللي في الاعمال اللي تم تقديرها ولا الاختيار الثاني منع التغييرات الغير صحيحة او الغير مناسبة من انها تدخل ضمن الـ cost baseline ولا ولا indication of the range of possible costs for the project يعني اشارة لل range of possible costs النطاق بتاع التكاليف المحتملة للمشروع ولا نقل documentation of any assumptions made during the estimate costs process توثيق لجميع الفرديات اللي حصلت اثناء الاستيميشن طيب نحاول نستبعد كده احنا مش عايزين الحاجات المخرجات اللي احنا عايزين ايه هو اللي مش مخرج لانه يقول لي accept فبالتالي اي حاجة اشك ان هي مخرج من مخرجات الاستمت كوستس استبعدها طيب ناخد الاختيار الاخير اللي هو دي توصيق الاسمتشنز اللي اتعاملت اثناء الاستمتشن بتاع الكوست لشك ان هي اكيد واحدة من ضمن الاستمتشن كوست اوتبوتس اللي هو تعتبر البازيس بتاعت الاستمتشن القصص اللي انا عملت عليه استمتشن هل في فرضيات معينة افترطتها فدي واحدة من المخرجات فهتستبعد لان انا عايز اللي مش مخرج الاختيار see an indication of the range of possible costs for the project فعلا ده ممكن يبقى من ضمن المخرجات ان انا اعرف ايه هي القيم المحتملة للتكاليف بتاعت المشروع فده مخرج من مخرجات خلاص يستبعد الاختيار الاول an understanding of the cost risk in the work that has been estimated ان انا اكون فهمت ايه هي المخاطر اللي متعلقة بالتكاليف للشغل اللي انا عملت له estimation فعلا فدي لا شك ان هي واحدة برضو من الاوتبوت باعتبار ان انا وانا بعمل cost estimation بدأت ان انا اطلع cost estimates تقديرات للتكاليف وفي التقديرات التكاليف دي بدأت تفهم ايه المخاطر اللي موجودة وحطت لها زيادة مثلا للتكلفة كcontingency فبالتالي هي ممكن تبقى واحد من الاوتبوت فبالprevention of inappropriate changes منع التغييرات لا ده كده ملاقاش علاقة منع التغييرات دي عملية control هل انا كنت بعمل control عشان امنع او ازود او اعمل تغييرات لا منع التغييرات ال inappropriate اللي غير مناسبة from being included من ان هي تتضمن يتم تضمنها في ال cost baseline لا ده عملية control ان انا ال baseline واثناء وانا بعمل execution خلاص عندي scope معروف ولو cost baseline معروف بس بيحصل ان الناس تحاول تطلب تغييرات وانا بحاول ان انا امنع التغييرات دي لو مش مناسبة هذه اسناء ال execution دي ملاحش علاقة بال cost estimates ال cost estimates بيكون في البداية كplanning فبالتالي الاجابة الصحيحة هي الاختيار التاني b the prevention of inappropriate changes from being included in the cost baseline السؤال السابع the main focus of life cycle costing is to ايه هو الهدف الرئيسي او التركيز الرئيسي على موضوع life cycle costing تكاليف دورة حياة المنتج بتاع المشروع هل هو estimate installation costs احاول عمل تقدير ليه تكاليف ال installation تكاليف التركيب او التثبيت او اين كان estimate the cost of operations and maintenance احاول عمل تقدير لتكاليف التشغيل والصيانة الا consider installation costs when planning the project costs اخذ في اعتباري تكاليف ال installation لما اكون دعم التخطيط لتكاليف المشروع ولا consider operations and maintenance costs in making project decision اخذ في اعتباري تكاليف الصيانة والتشغيل في صنة القرارات الخاصة بالمشروع طيب نحاول ان احنا نستبعد كده اللي هنقدر نستبعده الاو السي لان تكاليف ال installation دي من تكاليف المشروع نفسه مش من life cycle costing life cycle خاصة بالproduct نفسه ان انا بعمله انشاء وبعد الانشاء باستخدمه وبعمله تشغيل ومع التشغيل ده بعمل صيانة فدي كده life cycle بتاعت ال product فبالتالي ال installation ده جزء صغير انا كده ما خدش في اعتباري التكاليف بتاعت ال maintenance و operation فبالتالي الا وال c الاتنين دول مستبعدين ناخد ال b وال d ال b وال d الاتنين بيتكلمه في ال operation و ال maintenance بس الاولانية ال b اسمت the cost of operation and maintenance والتانية consider operations and maintenance costs in making project decision هل مجرد ان انا بعمل لهم بس تقدير للتكلفة ديت ولا باخد في الاعتبار الكلام ده عشان القرارات بتاعت المشروع عشان ال making project decisions يعني الاتنين تحس انهم صح بس الاخيرة هي الادق بسبب ان الموضوع فعلا متعلق بقرارات المشروع لان انا لما باجي ادلس life cycle costing بيبقى الهدف منها انا اكمل في المشروع ده ولا ما اكملش لان ممكن المشروع تكون تكلفته في البداية تكلفة يعني بسيطة بس عملية الصيانة بتاعته مكلفة جدا ومشروع تاني بقى تكلفته ممكن كبيرة بس الصيانة والتشغيل تكلفهم قليلة فبالتالي انا فعلا لما بعملها مش بعملها بس عشان estimation لا انا عشان اخدها في اعتباري كعامل من عوامل صنع القرار السؤال الثامن cost performance measurement is best done through which of the following cost performance measurement قياس الاداء المالي الافضل ان هو يتعمل من خلال ايه done through which of the following اي مما يلي الاختيار الاول asking for a person complete from each team member and reporting that in the monthly progress report ان انا اسأل نسبة الانجاز لكل واحد من اعضاء الفريق واخد الكلام ده وعمل لي reporting في التأرير الشهري طيب الاختيار التاني بيقول calculating earned value and using the indexes and other calculations to report past performance and forecast future performance اعمل حساب ليه earned value وعمل لها calculations واستخدم موضوع ال indices او ال indexes and other calculations والحسابات التانية to report past performance عشان اعمل reporting على الاداء في الفترة اللي فاتت وتوقع الاداء المستقبلي الاختيار c using the 50-50 rule and making sure the life cycle cost is less than the project cost اعمل ااخد نظام 50-50 50-50 معناه ان لو المشروع بدأ اديله 50% ولما ينتهي اديله 50% التانية كنسبة انجاز يعني لكن ما بديش ارقام غير كده ما بديش 30-60-70 لا هو يخمسين يمية using the 50-50 rule and making sure the life cycle cost ان تكليف دورة حياة المنتج is less than the project cost اقل من تكليفة المشروع focusing on the amount expanded last month اركز على المقدار المالي اللي تم انفاقه في الشهر الماضي and what will be expanded the following month وايه اللي سيتم صرفه الشهر القادم طيب نبدأ نحاول ان احنا نستبعد الاولى يعني عامة جدا جدا اسأل كل واحد من الفريق على نسبة الانجاز كام وحط الكلام ده في التقرير الشهري كأن انا بعمل bypass بس الموضوع ان انا بتجيل الديتا وعبي تقرير شهري فده مش performance measurement ما قدرتش لسه احكم بشكل كبير انا بس عرفت نسبة الانجاز كام بس نسبة الانجاز دي ما استهاش كرفرنس طب انا كده كويس ولا حلو ولا قليل يعني ممكن تبقى 10% بس انا كويس جدا وممكن تبقى 70% وانا متأخر جدا لازم اقارنها بحاجة اقارن بblend value مثلا انا وكده فبالتالي الايه مستبعدة برضو السي مستبعدة لان هو بيقول لي ان انا احسب موضوع 50-50 ده طبعا يعني غير دقيقة لان انا يعني نسبة الانجاز اولا بتبقى يا 50 يا 100 فقط ما بتبقاش القيم التانية وفي نفس الوقت برضو مش هعرف اعمل قياس على حاجة تانية وانا انا اخد ال life cycle cost واتأكد ان هي اقل من تكلفة المشروع ما حدش قال انها لازم تبقى life cycle اقل من تكلفة المشروع لكن المهم ان ال life cycle عموما ما تبقاش كبيرة مقارنة بالبدائل التانية لكن ما لهاش علاقة مش شرط انها تبقى متعلقة بال project cost لكن المهم في البدائل التانية اللي غيرها تبقى life cycle cost بتاعت المنتنانس والاوبرايشن تبقى افضل كاجمالا يعني من بقية البدائل طيب يبقى كده استبعدنا الايه والسي طيب ناخد ال D focusing on the amount expanded last month and what will be expanded the following month يعني اركز بس على الشهر اللي فات اللي تم انفقه فيه والشهر الجاي هينفق ايه يعني مقبولة نسبيا خلينا نشوف B B calculating earned value and using the indices or indexes and other calculations to report past performance and forecast future performance لا شك ان الكلام احلى كلام علمي فعلا استخدم تكنيك بتاع earned value واحسب الاندكس لان الاندكس بقارن فيه بعمل reference من نسبة الانجاز لحاجة تانية او من ال amount بتاعت earned value لل planned value او لل actual cost عشان اطلع سواء SPI او CPI فالاجابة فعلا هي الاختيار التاني B طيب السؤال التاسع A cost performance index CPI of 0.89 ماذا يعني ان انا CPI 0.89 CPI خاص بالcost وطالما اقل من واحد يبقى شيء مش كويس يبقى انا over budget انا صرف بزيادة صرف بزيادة بالنسبة دي اللي هي 0.89 طيب الاختيار الاول الاختيار الاول At this time we expect the total project to cost 89% more than planned هيكلف 89% اكتر من المخطط له طيب الاختيار التاني When the project is completed We will have spent 89% من المخطط في نهاية المشروع نكون صرفنا 89% من المخطط ولا The project is progressing at 89% of the rate planned المشروع ماشي بمعدل 99% من المخطط ولا The project is getting 89% or 89% out of every dollar invested يعني المشروع بيكسب 89% بيحصل على الاسية 89% او بيدخله 89% كل ما بصرف واحد دولار طيب نبدأ نحاول نستبعد الاختيار بيه لما المشروع هيكون خلصان هكون صرفت 89% بس من المخطط يعني بقى كسبان لا ده هي اقل من الواحد يعني المفروض بقنا اوفر بودجيت ده حاجة مش كويسة يعني طيب الاختيار مثلا ايه الاختيار الاول At this time we expect the total project to cost 89% more than planned لا الكلام ده مش صح لانه هو المور than planned هما 11% لانه هو 89% معناه ان انا متأخر بس ماليا بقيمة 11 بقيمة 11 لان انا الرفرنس المعيار بتاعي واحد لو زودت 11% هبقى انا واحد اللي هو on budget فبالتالي لا مش 89% اكتر من البلاند مش صارف اكتر من البلاند 89% طيب الاختيار C The project is progressing at 89% of the rate planned لا الموضوع مالوش علاقة بموضوع البروجرس موضوع العلاقة بالكوست ان انا بصرف في سعر اليونت بزيادة فمالوش علاقة بالبروجرس ده مش schedule performance الاختيار الاخير The project is getting 89 cent out of every dollar invested كل ما بستسمر دولار وادفعه كاستثمار بقبض عليه 89 cent بس الاكشوال كوست بتاعي هو واحد دولار انا استثمرت دولار والأرنت فاليو عبارة عن 89 cent هاسم 89 على واحد هتبقى او عالمية يعني اللي هي 100 cent الدولار هتطلع point eight nine فهو ده CPI بتاعي ففعلا الاختيار دي هو الاختيار الصحيح طيب السؤال العاشر schedule performance index SPI of 0.76 ماذا يعني ان SPI 0.76 you are over budget ولا you are ahead of schedule ولا you are progressing at 70% of the rate originally planned ولا you are progressing at 24% of the rate originally planned طيب الاختيار الاولاني طبعا برا الموضوع لان ده budget وانا بتكلم في SPI schedule performance index فبالتالي الاختيار الاول ده مستبعد الواحد وكده طيب الاختيار التاني انا ahead of schedule انا ما عدي ال schedule وسابق ال schedule لا ده انا point seven six اقل من الواحد يعني حاجة مش كويسة فبالتالي انا behind schedule فبالتالي الاختيار بي ده مستبعد اتبقى عندنا الاجابتين COD هل انا بعمل progressing 76% من الrate originally planned او انا بعمل progress 24% من الrate originally planned تمام الاجابة هي C الاختيار التالت ال progress بتاعي 67% 76% من المخطط لكن متأخر 24% التأخير عندي قيمته 24% لكن انا عامل progressing 76% من المخطط طيب السؤال طيب السؤال اللي بعد كده 11 which of the following is not needed in order to come up with the project estimate اي مما يلي is not وعمل لي not capital يعني معناهم كلهم ممكن مع عدة واحدة is not needed مش محتاجه in order to come up with the project estimate عشان استخلص نتائج project estimate تقدير التكاليف بتاع المشروع ايه اللي انا مش محتاجه هل ال WBS مش محتاجه ولا network diagram ولا risks المخاطر ولا change requests طيب نحاول ان احنا نستبعد كده ال WBS قلنا ان انا هحتاج ال WBS ده هبني عليه كل حاجة تخططية جميع الجود التخططية اللي بتيجي بعد ال WBS مبنية عليه لان ال WBS بيقسم لي المشروع لما حب اعمل estimation اخد الاجزاء بتاعت التقسيمة بتاعت ال WBS دي واعمل estimation لجزء جزء فبالتالي لا ال WBS هحتاجه يبقى ده كده انا مستبعد لان انا بضع على حاجة اللي مش هحتاجها طيب هل ال C risks لا المخاطر هحتاجها لان لو في مخاطر معينة انا مش عارف اعمل لها response plan هحط لها allocation او اعمل allocation ل amount of money مثلا لها كreserve لها فبالتالي ال risks مستبعدة هي كمان طيب هل network diagram بتاعت ال B ولا الاختيار الاخير change request ال network diagram يعتبر جهد تخطيتي لكن change request يعتبر جهد control او effort بتحصل في عملية control لو انا بعمل project estimate فانا بعمله في الاول في وقت ال planning فانا محتاج ابقى عارف tools او inputs والoutput بتاعت ال planning لكن change request ده هيحصل فيه control فبالتالي change request هو ده فعلا الحاجة اللي انا مش هحتاجها طيب سؤال رقم 12 which of the following is an example of parametric estimate اي مما يلي يعتبر مثال على parametric estimate هل dollars per module ولا learning bend ولا bottom up ولا cpm طيب نبدأ ان احنا نحاول نستبعد cpm critical path method ملاش علاقة بموضوع ال estimation ده عبارة عن طريقة لتسلسل ال activities وال sequence بتاعهم فبالتالي برا الموضوع خالص طيب ال bottom up ده عملية دقيقة more accurate من ال parametric فبالتالي مستبعدة هي كمان طيب هل الاختيار الاول dollars per module ولا learning bend الاختيار الاول هو صحيح dollars per module باعتبار ان ال parametric دايما بربط حاجة بحاجة بعمل formula او equation معينة استنبت منها بعد كده فال dollars per module زي مثلا سعر المتر المسطح سعر المتر المكعب سعر السرير في المستشفى وكذا الموديول الواحد بيتكلف كام فهو ده ال parametric طيب السؤال رقم 13 rough order of magnitude estimate يعني تقدير للتكاليف بس بصورة تقديرية او صورة غير دقيقة is made during which project management process group بيتم عمله في اي مرحلة من مراحل project management process group هل في planning والclosing والexecuting ولا initiating طيب نبدأ نحاول نحن نستبعد عند closing and executing اللي اتنين دول مش هعمل فيهم estimation طيب هل في planning ولا في الانيشيشن في planning بيبقى انا عايز اعمل بشكل مفصل اكتر لكن في الانيشيشن انا ببقى محتاج اعمل charter project charter مساق بتاع المشروع واكتب في المشروع تقريبا هيتكلف كام فعشان كده التكلفة التقديرية دي بتبقى موجودة في الانيشيشن بموجودة مع الشارتر انا محتاج اعمل rough order of magnitude estimation يعني estimation تقديري طيب السؤال رقم 14 a cost baseline is an output of which cost management process هل cost baseline طالع من estimate activity resources او estimate costs او determine budget او control costs لو ده نستبعد هنستبعد الاولى لانها خاصة بالresources ودي control costs هنستبعدها لان مش دي اللي بتطلع baseline فكده عندي في estimate cost او determine budget estimate cost بتطلع estimation activity activity يعني على شكل تفصيلي لكن عشان اجمعهم على بعض دي البروسيس اللي اسماها determine budget وهي دي فعلا اللي بتطلع ال cost baseline فبالتالي 14 اللي جابة بتاعته c طيب 15 during which project management process group are budget forecasts created فاي مرحلة من مراحل المشروع البروسيس groups budget forecast التنبؤات بالbudget بيتم عملها هل في monitor and control ولا في planning الا initiating ولا في executing نلاحظ زمن نلاحظ ال forecast لانا اعمله انا بعمله انا بعمله انا بعمله في اول مشروع ده estimation لكن لو بعمله في نص المشروع بيبقى forecast وال forecast بيبقى في جزء منه actual cost وجزء منه التوقع المستقبلي بناء على actual cost اللي انا صرفته ده يعني صرفته بمعدل في خسارة ولا معدل في مكسب ولا ايه بالظبط فبالتالي انا بعمله في النص ما بعملهش في الاول فال initiation وال planning مستبعدة ال execution وال monitor و control ال A وال D هي واحدة فيهم الاثنين بيتموا في نفس الوقت يعني الاثنين بيبقوا شغالين في نفس اللحظة ان انا بنفذ وفي نفس الوقت بعمل monitor and control بس هو بيكون تابع العمليات monitor and control لان انا لما قلنا على time management او cost management اتكلمنا عليهم وقلنا ان في ال cost management ما عنديش عمليات تابعة لل execution عمليات ال cost كلها تابعة ل planning ووحدة تابعة ل monitor and control اللي هي control costs فبالتالي الاجابة هي monitor and controlling طيب نكتفي بالقدر ده ان شاء الله يعني معدنا يوم السبت في الفيديو الجاي وندخل على شابتر quality اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة